بعد الموسم الخامس للإحتراف يتساءل الكثيرون عن دور رؤساء الأندية في المنظومة الإحترافية بالجزائر فأغلب رؤساء النوادي المحترفة بقسميها الأول والثاني كانوا نفس الأشخاص على رأس نواديهم خلال البطولة الهاوية وهو مجلب العديد من الأمور السلبية والتسير العشوائي الذي كان منتشرا في فترة النوادي الهاوية إلى عالم الإحتراف هذا الأخير بدأ في الجزائر منذ سنة 2010 فماذا يعرف رؤساء الأندية الجزائرية عن الاحتراف ذلك رغم بعض المحاولات المحتشمة من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتنظيم بعض الملتقيات لتعرف النوادي الجزائرية بمنظومة الاحتراف إلا أنها تبقى محاولات غير كافية وتحتاج للتطبيق أكثر على الميدان كرة القدم للأسف نجد فيها وجود نوادي محترفة أو بتسمية نوادي محترفة ولكن ما عندها أي علاقة بالاحتراف فيما يخص تسييرها فيما يخص نتيجها لأنها تبقى مرتبطة بالفلوس اللي يجيها من عند الاسبونسور بدون غياب سياسة واضحة للتسيير ملايير تصرف من قبل البعض والبعض الآخر مفلس بزنزة في السوق وأجور خيالية البعض منها يمر تحت الطاولة الكثير من النوادي عجزت عن إيجاد مداخل مالية ومستثمرين ينقذون مشروع الاحتراف من الفشل لاعبين مغمورين لم يتقمصوا ألوان الفريق الوطني ولا مرة واحدة يتقاضون أجورا كبيرا عكس الشبان الذين يعانون التهمش وغياب التكوين أجور على حساب ميزانية النادي لا تصريح في صندوق الضمن الاجتماعي ولا في مصلحة الظرائب وأغلب المسيرين يجهلون قوانين تسيير الشركة الغياضية ذات الأسهم حقا هي أمور يندلها الجبين تحدث في نوادينا والمسؤول عنها بشكل كبير رؤساء الأندية نحن للأسف نشوفه في كورة القدم ما عدناش مختصين في هذه الأندية ليعرفوا يديروا هذه الحسابات ويعرفوا يديروا نقاش والانيغوسياسيون بعد مع رعيين المعروف عنه في عالم الاحتراف سواء في أوروبا أو دول أخرى أن يكون مسيري الفرق الرياضية يتمتعون بكفاءة عالية وتكوين خاص وشهادات عليا في عالم التسيير الرياضي إلا أن التكوين والشهادات هو آخر الاهتمامات والمواضيع في الكرة الجزائرية فإلى أين سنصل بهذه السياسة الفاشلة وبهؤلاء الدخلاء على كرة القدم فإذا أردنا حقا المضي قدما في تجسيد مشروع الاحتراف فلابد من مراجعة الكثير من الأمور ونشتغل أكثر في التكوين سواء اللاعبين والمدربين وحتى المسيرين